حدد لاعب المنتخب العراقي ونادي منشستر يونيتد الانكليزي زيدان اقبال موقفه النهائي من المشاركة في بطولة كأس العالم للشباب 2023 التي تستضيفها الارجنتين بدلا من اندونيسيا وقرر مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد استدعاء اللاعب زيدان اقبال الى قائمة ليوف الرافدين الاولية للمشاركة في معسكر اسبانيا المقررة اقامته نهاية ابريل نيسان الحالي وقالت مصادر ان اللاعب زيدان اقبال قد ابلغ الاتحاد العراقي لكرة القدم بموافقته النهائية والرسمية على المشاركة في بطولة كأس العالم للشباب مبينا ان زيدان اقبال ابدى حماسه الكبير للمشاركة في هذه البطولة واضافت المصادر ان المدرب عماد محمد سبق وان اللاعب ابلغ بانه سيكون احد الاعمدة الاساسية للمنتخب الشبابي في بطولة كأس العالم القادمة تجدر الاشارة الى ان زيدان اقبال يلعب في صفوف المنتخب الوطني العراقي الاول حيث سجل حضوره الاول في مباراة اسود الرافدين امام ايران في تصفيات كأس العالم قطر الفين واثنين وعشرين والتي اقيمت في السابع والعشرين من يناير كينون الثاني الفين واثنين وعشرين وصول اللاعب العراقي رومان دولتشي الى بغداد للالتحاق بتدريبات منتخب شباب العراق وصل فجر اليوم الست الى العاصمة بغداد محترف شباب نادي شالك الالماني رومان دولتشي وكان في استقباله في مطار بغداد المنصق الاعلامي لمنتخب شباب العراق قحطان المالكي هذا ومن المؤمل ان يلتحق دولتشي بتدريبات منتخب الشباب في العاصمة بغداد والذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم شهر ايار المقبل وعبر دولتشي عن سعادته بالوصول الى بغداد وبالدعوة التي تلقاها من الجهاز التدريبي للانضمام الى تدريبات منتخب الشباب متمنيا ان يحقق الاضافة للمنتخب الشبابي في نهائيات كأس العالم قبل مواجهة القوة الجوية في كأس الملك سلمان الشباب السعودي يضرب الهلال بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين ايمن حسين يدخل بديلا عند الدقيقة الثانية والثمانين ويصنع هدفا الى اللاعب علي مخوت في الدقيقة الرابعة والتسعين اللاعب العراقي علي عدنان في تصريح اجمل شيء في المدرب كاساس انه لا يسمع كلام الاخرين ولا يخضع للضغوطات عكس المدربين السابقين الذين اشرفوا على تدريب منتخبنا في الفترة الاخيرة الاتحاد الاسيوي يعلن رسميا مستويات قرعة كأس اسيا منتخبنا الوطني وقع في المستوى الثاني في القرعة التي ستسحب في الدوحة يوم الحادي عشر من الشهر المقبل حكيم شاكر مع حيدر زكي في برنامج سحور رياضي يوجه رسالة الى رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني على محاسبة الاتحاد العراقي المتمثل بعدنان درجال واضاف حكيم شاكر بان عدنان درجال يحارب ابناء البلد وظلمهم ويعطي الفرصة للاعبين خارج البلد وقال انا المدرب العراقي الوحيد الذي حقق انجازات للمنتخبات العراقية ولم ينظر له بالحسبان في موقف تاريخي مشرف الحكم الانكليزي اوقف مباراة نادي بيرلياند الدقيقة الثانية والعشرون من اجل افطار اللاعب العراقي امين الدخيل اشتركوا في القناة